بسم الله الرحمن الرحيم اللي على قناة اليوتيوب برضو البرنامج الرضا حياة وكان الحلقة الماضية كنا اتكلمنا على موضوع مهم جدا وجات لنا اتصالات وعملنا مبادرة اسمها انساعدك وفعلا الناس بعد بدأت تتصل علينا وتبعت لنا على صفحة البرنامج الرضا حياة كان فيه موضوع خطير جدا احدى السيطات بتحكي لي ان في سعيد مصر بعد القرى بدأت ان بيزوجوا القاصرات البنت عدها 16 سنة او ما كامل 17 سنة وبيدوززوجوها وبعدين المشكلة بقى مش لحد ان هما بيزوجوا البنت وهي صغيرة لكن المشاكل بعد الزواج ايه اللي بيحصل بتحكي لي بتقول لي ان الاولاد البنات دول بيتعوي جدا في الزواج ده وبعدين بيحملوا ويخلوه في اولاد اغلبهم معاقين لان طبعا الفتاة دي اصلا ما تعرفش حاجة ولسه صغيرة اولا هي ضعيفة جثمانيا الطفل البداء اللي يحامل فيه ده بيتغزى منين هي الغذاء بتاعه بيجي من الام طيب بيه اصلا ضعيفة جثمانيا وكمان تحمل في مولود اخر وروح اخرى وبعدين الولد يتولد هي لا هيعرفة الولد سخن او ما سخنشي هتدي له ايه ما تعرفش اي حاجة فاغلب الاطفال بيسخنوا بالليل وبالذات في بالليل يعني هي طبعا ما اشعار في حاجة وبالتالي بييصاب كهرباء زي ده في المخ واغلب الاطفال عندهم مشاكل طبعا احنا بنواجه الرسالة من خلال برنامج رد الحياة ان الامهات ما تستعجلش كل ام مستعجلة ان هي تزوج البنت طبعا احنا اولا انت بتهديم بنتك رقم اثنين ان البنت ديت ممكن تقعد سنة او سنة اثنين وجيلك مطلقة او اربع اشفر كما في حالات يعني كثيرة جدا ان في بنت تزوجت برضو عندها استشار سنة وبعدين راح تلاقيت انها متى بتعاملها معاملة سيئة هي مش عارفة تتعامل ازاي انها جاء البنات دول ما عندهمش خبرة في اي حاجة في احنا بنودي اولادنا بنرميهم في النار زي ما احنا بنقول كده البنت مش عارفة تصرف ازاي مع الزوج ومش عارفة متطلبات الزوج ايه وحمتها مسكها طبعا شغل ونار في البيت كلامة طبعا منتشر كذي يعني كثير في القرى والنجوع ان الام مستعجلة خافة ان البنت لو فاتها اي فطى اطر الزواج لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وان روح القدس نفت في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها ان ابطاع عليها كل واحد ياخد رزق لغا تعمل وانت استعجلش بقى يعني ما نعودش بها مستعجلين ونودى اولادنا نرميهم عند نزوجهم صغار ما ماش عارفين عن ايه زواج ويعني ايه خلفة وعني ايه اولاد وبعدين بينتج نسل اصلا يعني ضعيف نخرج نسل ضعيف للمجتمع وهذا يعني ضد مبادئ الزواج او الهدف من الزواج ان احنا نخرج ابناء صالحين قادرين ان هما ينفعوا المجتمع ومنفعوا انفسهم ينفعوا المجتمع ويبقى عندي احنا نفتخر بهم لكن بهذه الصورة البشعة احنا بنهدم حياة اولادنا وبنتنا وفي الاخر يعني في قصة في بنت يعني سيدة فوضيلة تصد بي بتقولي اني في بنت عندها 16 سنة تزوجت ابن خلفة ولد دلوقت جادوا حرارة زادة في المخ حاسة لعند دمور في خلايا المخ ايه المهم ان البنت يعني بقت يعني عندها يأس وكراهية للحياة وجاء اكتئا وبتنام طول النهار ومش كده بس ان الزوجها طبعا يعني مش عاجبوا الكلام ده فراح تزوج عليها للأسف والبنت طبعا يعني محتارة هتعمل ايه بالمولد ده كل فتاة بتحلم انها تتزوج وتبقى مبسوطة وتعيش في سعادة وتحقق يعني كل السعادة مع فارس احلامها وتخلف الغريزة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى اوضحها في المرأة انها تخلف تخلف مولود وتفرح بيه وتلعب ويلعبها وتبقى مبسوطة معاه طبعا احنا بنادعو من خلال البرنامج رضع حياة الامهات نصيحة الامهات انه لا تتسرعوا في زواج الابناء او البنات وهنا قاصرات والبيت ما تعرفش اي حاجة عن الزواج ما تروحوش ترموها مع شخص او انسان هي لا تعرف كيف تتعامل معه ولا تعرف كيف تتعامل مع المولود النهاردة العالم تغير والظروف تغيرت يعني اللي كان بيتعمل في السنوات الماضية وفي الزمن القديم ابانا امهاتنا ما ينفعش تعمل النهاردة يعني كما قال الامه عليه كرم الله وجه لا ترغموا اولادكم على اثاركم لانهم خلقوا لزمان غير زمانكم موضوع الحلقة الظهاردة اللي هو كالطريق لعلاقة زوجية ناجحة يعني احنا احنا بنعمل الحلقة بتاعتنا يعني من المنطلق الاتصالات اللي جئت لنا لقينا في شاكل كثيرة جدا نشوفنا مشاكل كثيرة جدا في العلاقة الزوجية ان الامهات تعلم بناتها الاول يعني زواج هل احنا تزوجنا اللي كان يختلف هل تزوجنا ان احنا نتعاون ام نختلف ان احنا نبني بعض او نهدم بعض هل هل جعل الزواج ليحب كل مننا الاخر او يكره كل مننا الاخر هل الزواج ده جعل يعني ايه هدف الزواج هدف الزواج ان احنا يعني نكون اسرة وان احنا اه نكون يعني على قلب واحد احنا الاثنين الزوج والزوجة خلي بالكم اه ان احنا نسعى لتكون اسرة نجحة ان احنا اه خيرات فضل حضرتك احنا عايز نتكلم بس على علاقة الزوج والزوجة والرحمة بين الاثنين والتسامح والحب اه والتدخل مثل الحموات يعني ليه الزوجة بتسمع كلام مثلا حموات اه وليه انا مثلا بسمع كلام كده العلاقة بين الزوجة والزوج وعلقة الحموات بالازواج دي بتتأثر على الحياة الوسرية ككل يعني عايزين حضرتك بسيط وعية مثلا الزوجة تعمل نحبة حمواتها ومعبادها شكرا اشكرك اشكرك على هذا السؤال طبعا السؤال بهم جدا هو برضو في الحلقة بتاعتنا طبعا لازم الام تعلم بنتها ان هي هتروح البيت جديد البيت ده هوت مطالبة ان هي في واجبات عليها ناحية الزوج اللي احترام التقدير والحب وان هي الزواج نتحد مع بعض نكون واحد نتصف على صفة الواحد الاحد الواحد نكون واحد احنا الاثنين نكون هدفنا واحد هو تحقيق السعادة تحقيق السلام الداخلي تحقيق الاهداف اللي احنا عايزانها ما يكونش فيه حرب وفيه صراع النهاردة انا شايف ان في هذا التوقيت بالذات وهذه الايام ان العلاقة بين الشباب او الفتيات والازواج علاقة صراع كل واحد عاوز انتصر للاخر الزواج او العلاقة الزوجية عايزين نقول العلاقة الزوجية لن تنجح اذا لم تكن دعامات هو الربح للجميع الربح للجميع فش حاجة اسمع انها انتصر عليك يعني انت كزوج انت كزوج من نعم ربنا عليك هي الزوجة من نعم ربنا على الانسان او الرجل انه خلق له حواء من دلهي الايسر ولذلك ان نجد ان الرجل هو الاصل والمرأة هي الفرع ولذلك ان الفرع الاصل ده الاصل بيشتاق الى الفرع والفرع يحنه الى الاصل دايما فيه علاقة حب بينهم الاثنين فيه علاقة بينهم فيه علاقة ربنا خلق هذه الالاقة لتدوم الحياة على الكول لأسوأ الاعمار على هذه الارض لكن النهاردة اصبح النهاردة الزواج عبارة عن صفقات صفقات تجارية فيه قيمة يعني الزوج بقى فيه قيمة القيمة بكذا طب انا خلاص انا مش جاي اخدامي عنده لأ طب هعمل هي طب خلاص انا ايه ممكن اتطلع منه وبعد كده اخذ الخيمة اعمل مشروع تجاري وهكذا الموضوع ده الفكر لازم تتغير بالنسبة للزوجة او الزوجة او الزوج ربنا سبحانه وتعالى ما خلق المرأة ما خلقهاش يعني بنفس طريقة تفكير الرجل خلي بالكم الرجل يعني احنا الرجال زو توجيه العقلي الفكر العمل الواحد في الوقت الواحد المرأة ربنا خلقها انها تعمل اكثر من عمل في وقت واحد انه خلق فيها الصبر وخلق فيها الرحمة والعاطفة والامومة كل هذه الامور خلقها الله تبارك وتعالى في المرأة لكي تشع هذا الحب وهذا الحناء على الاسرة وعلى المكتمل اللي بتعيش فيه المرأة يعني انا اقول دائما للنساء انتم نعمة من ربنا سبحانه وتعالى على الهدراج وعلينا جميعا لذلك ان الانسان يجب ان يحمد هذه على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ودايما يحسن الى هذه المرأة ويفهم عقليتها النهاردة المقبلة على الزواج النهاردة اللي بتزاوج وخلق لا ما ينفعش بقايش ينفع الكلام ده عاوز حياة علاقة ناجحة لازم تعرف كيف تفكر هذه المرأة المرأة كائن يستطيع يقوم باكتر من الشيء في عمل واحد ان المرأة بتركز على التفاصيل اكثر انت كشخص كرجل لا تستطيع ان تفعل الا عملا واحدا فقط في وقت واحد ما بتقدرش تربط الامور وبعدها بسرعة مثل المرأة المرأة تلاها بتغسل وبتكنس وبتواعدين وبعدين بترضع الولد وبتزاكي الاولاد والدنيا كلها حواليها بسم الله ما شاء الله عليها بتقدر تقوم بكل هذه العمل لكن النهاردة بننصح الفتيات المغمينة على الزواج والأمهات الأمة تواعد بنتها ان دي علاقة زوجية احرصي عليها رياح زوجك زيما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ويكندون الذهب والفضة راحوا يسألوا النبي ايه الكانز ده قال المرأة الصالحة هي خير الكنوز للإنسان المرأة الصالحة انغاب عنها صلاته وان قطعها وان أمارها قطعته وان غاب عنها حفظاته في مالي وارده طبعا هذه هي المرأة وهذا الكنز الذي يكنزه الرجل في حياته بدون علاقة زوجية نجحة انت لن تنجح في حياتك الرجل انت خلي بالك لازم يكون اختيارك قوي واختيارك يعني كويس نصيحة بقى للأمهات الأمهات الحموات ما تدخلش لا تدخل في حياتي بنتها يعني أنا عندي بصراحة اتصالات كثيرة جدا في هذا الموضوع الشكوى من الحمى يقول لك ان الأم الأم بتكلم مراتي والبنت تسمح كلام أمها وبتعكسني وبتدايقني في البيت أدكم مثال بسيط واحد من الناس الأفاضل بيقول لي صلت بزوجتي قالوا ايوة حيبت ازايك اخبارك عامل ايه تمام قالوا كويس ازاي حالك ماشي فلاقى الكلام يعني مش بتصال تاني قالوا لها اللغة تغيرت 200 درجة اهلا حيبت ازايك وحشتيني مش عارف ايه الكلام حلو فهو بستسأل ايه ايه السبب ايه السبب اللي خليك تتغيري كده انت كنت من خمس دقايق معايا قفلة خالص قالت له الصمام تعالتلي عاملي كويس فهو رد بطبيعته هو انا متزوج امك يعني عفف في التعبير يعني يعني انا هو هو متزوج مين هو متزوج انت يبقى انت لازم تحرسي على راحته وعنك تعالي معاملة طيبة لان ربنا سبحانه وتعالى يقوله من ايتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجة اللي تسكنوا اليها واجعل بانكم موضطا ورحمة المرأة هي سكن الرجل المرأة هي الوحيدة اللي تستطيع ان تمتص كل الطاقات السلبية من الرجل جاي من الشغل التعبان هي تقدر تفرح وتقدر تسرع عنه وتقدر تعيش يعني عيشة جميلة جدا وينسى كل التعب اللي هو فيه المرأة هي القادرة على انتصاص كل ما يعكر صف الرجل انا كان زمان يعجبني وانا من صغيرة كده كان فيلم اسمه معلش يا زهر الفيلم ده يعني انا شخصين كنت احبه جدا اللي هو زاكي رسم وميمي شكيب يعني حتى كنتش عارف حتى هذه الموسيلة اسمه ايه لكن يعني كان عجبني الفيلم ده عجبني قصة يعني شوف الفيلم ده مثلا يعني تم انتاجه عام 1952 او 1952 تقريبا يعني لكن فيلم يعني ما كانش فيه دورة مئة بشرية ولا كان في حاجات من دي لسه انتاشر ولا حد دعف كم ده حاجة لكن انا بحي الكاتب الذي كتب هذا السيناريو او المؤلف يعني بارع جدا علاقة الزوج والزوجة الفيلم ده كل ما يجي يعني اخواتي حتى كانوا مشهورين عني يقول لك تعال بالحاجة تفرج الفيلم اللي تعه زوت تعال تفرج عليه ده شوف الاعلاق وهي هو جاب الشغل بتقابله ازاي لقينا الكلام ده هو كلام يعني النهاردة ابحاس في عمول عليه يعني نظرة ابحاس في عمول عليه وبيأكد هذا الكلام طبعا وازاي تقابله كويس وبعدين اه انية عازة تريحه والأوشي الأولاد تبعد على والأوشي ما تحكلوش من شكل الأولاد وشعر في العال خلوه لا بعد ما يأكله يام ويريح وبعدين لما نشوف مثلا في عيد زواجهم وهي عازة جبله هدية وعازة جبلها هدية وبعدين ده باع حاجة وهي باع شيء آخر الباب من ان في يعني قصة الحب المتبادل بينهم وكل واحد يعني بيغطي الطرف للآخر يعني عشان الأمور والحياة تمشي ان ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الرجل ندى المرأة ندى للرجل بنفس عقلية تفكيره لو كده كان الحالة تستحيل الحياة كانت تكون مستحيلة بين الرجل والمرأة لكن ربنا سبحانه وتعالى كعل المرأة يعني باب واسع يعني ايه نشوف حضاتكم كده يعني انا بشبهها بيت واسع جميل كل ما حب وعط لذلك لو قد الرجل احرص على انك ترضي زوجتك ترضي زوجتك باي شكل من الاشكال بكل الطرق ان هي فعلا من النعم العظيم على الانسان لكن تدخل الحموات احيانا بيبسي لعاقة زوجية سواء من ناحية الزوج او من ناحية الزوجة من ناحية الزوجة تفضل تقولها كذا وكان وماني مش عارف ايه وتمسك الرجل بتعذبه طبعا الكلام ده كله بيدي الزوج ومن ناحية الحمى من ناحية الزوج ان انا بقول الحمى احترم رغبات الاخرين احترم رغبت ابنك ان هو يعيش بالطرير اللي هو عايزها احترم رغبته ان هو اختار فتاة معينة ما تعتبرش ان هي ضر او خاص يعني خالت ابنك خالت ابنك منك لا هو خلاص هذه سنة الحياة لانا عايز اقوله علشان تجنب الخلافات ده هي اللي بيننا وين بعضنا لازم نرضى يجب ان الرجل او الزوج يرضى بزوجات لو راضية عن زوجتي تقبلة منها كل شيء والزوجة ترضى بزوجات احريصي على هذا الزوج استعملي واستخدمي كل الاساليب الممكنة لان يعني تجعله يشعر بالراحة والسعادة طبعا الوقت برضو بيذهبنا في نهاية الحلقة انا بحب اشكر وكالة جوميديا والاستاذ طبعا الاسم ملكس الادارة الاستاذ الراقي الاستاذ محمد رمضان وبشكر الاستاذ تاني عن مجيد وبشكر الاستاذ محمد الملك من قناة الصحة والجمال احنا ان شاء الله برضو منتظرين اتصالاتكم واي استفسار من اجل حياة سعيدة ومن اجل علاقة زوجية ناجحة ان شاء الله اتمنى لكم الخير والسعادة والرضى من الله سبحانه وتعالى العافية وعلى النجاح اضبطوا مواجهة افكاركم والله يتولى امور حياتكم احقاكم على خير ان شاء الله في حالة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة